بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصدقائي معكم أنا مصطفى خنات رفيق الدرب الدرس 48 شرح منهج طنبول المستوى بابير أكما قراءة هركز أين شكل دمي أورانير هل الجميع هل يتعلم بتعلم بنفس الشكل؟ هل الجميع يتعلم بنفس الطريقة بنفس الشكل؟ في نحن الأكيام الأكيام بشكل بشكل منهم من أجل أن تصبح ناجح مهم مقياس مقياس ليس مقياس مهم كثير من أجل أن تصبح ناجح دنيانا أن يريد كان كيش لري هذا المضاف الأشخاص العالم هذا المضاف الي هون الأكثر إنتاجا منتجين أكثر شيء يريد كان منتج ايكيو صناف لرندن من امتحانات الايكيو دشك بوانات المشارة أخذوا علامات منخفضة منشو من امتحانات الايكيو دشك ايكيو بوانات الايكيو المخفضة بسببها بو انسان لارا إلى هؤلاء الناس زكي دي يميورز زكي زكا زكي يعني دي هذا في القول اليا حماية والها نفي استطاع والما نفي نحن لا نستطيع أن نقول زكي إلى هؤلاء الناس نحن نحن في القول ها نحن نحن هذا في القول ها نحن نحن ما هل أن امتحانت هذه الكلمة بالغامق حتى نفهم أن هذه هي إنسانلَرِ تمام؟ يعني نقدر نشيط أُنْلَرِ نُكتب إنسانلَرِ إنسانلَار ونحطها كما مفهول بي هذا ضمير نابع عن الناس إذن بساويين ناجحين بهذا القدر شو هو في مجالاتهم الخاصة الذاتية عَلَان مَجَالَرِ مَجَالَا دِهِمْ بُو بَشَارِلِ انسانلَرِنْ زِقَاسِنَا بَجَرِ عَلَانْلَرِنَا قَرَى يَنِدَنْ تَنِمْلَمَكَ جَرِكِرِ جَرِكِرْ بِلزَمْ تَنِمْلَمَكَ النُعَرِبْ او يَجِبْ تَعْرِيفْ يَلزَمْ تَعْرِيفْ يَنِدَنْ مِنْجَدِينَ تَعْرِيف شو تَعْرِيفْ زَكَاءِ الْإِنسَانِ انسانلَرِنْ هادا مضافر ايه؟ وزكاة وهذا الساحي مائي والأي مضافر ناحي مائي والأي مفعول به علامة المفعول به للمصدر تنظمك إذن بيلزم تَعْرِيفْ زَكَاءِ الْنَاسِ النَّاجِحِينَ هادول بالنسبة لشو؟ بالنسبة قراءة إلى مجالات المهارة بجري علامة إذن يلزم تَعْرِيفْ زَكَاءِ الْنَاسِ بالنسبة إلى مجالات المهارة لأنه هر إنسان كل إنسان فرق لبير شكل ده في شكل مختلف كندي ني إفادة أدار بسوي تعبير يعني بعبر عن نفسه هذا الإيه هون مفعول به بعبر عن نفسه في شكل مختلف كل إنسان بير موسيسيان موسيقار معين بستا يبارك يبارك عاملا هذا الآرك بالساوي من الفعل ظرف هذا الظرف فعل عاملا بستا يعني لحن لحن موسيقي طبعا بير تياطر جوه مسرح ما رول يبارك عاملا دور دور بالمسرحية مثلا بير رسام رسام ما رسيم يبارك عاملا رسم كندي إفادة أدار إذن بعبر عن نفسه وهو يعمل رسم من الرسام والمسرحي كيف يعبر عن نفسه بدور بالمسرحية والموسيقار كيف يعبر عن نفسه بعمل لحن موسيقى 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 باردر لديه موسيقى 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 نبدأ بالذكاء الأول بير سجال دلسال زكا كلمة سج لحالة كلام لفظ هي لاحقة ساوتها لكلمة الصفة معتها هي كلمة صار معناها كلامي أو لفظي دل لغة وحيسا لاحقة ساوت صفة كمان من دل صار بلغوي إذا صار الذكاء اللغوي والذكاء اللفظي دلسال الى كولان اللار كولان فعل استعمال واستخدام من إبرا زمن واسع لار هم بيستعملوا بأسطلق معلمية أسطلق معلم خبير أسطلق خبرة مع الحرفية بيستعملوا شو؟ بيستعملوا اللغة لسبب كلمة اللغة مفعول به وعلامة المفعول به الإي بليرتما إذن هؤلاء الناس اللي بيملكوا زكاء لغوي وزكاء لفظي بيستعملوا اللغة بشكل بيستعملوا اللغة أو بي حرفية معلمية جوك صيدة كلمة بليرلار هول أشخاص بليرلار بالفعل العلم الإبرا زمن واسع لارهم هم بيعلموا عند المعرفة بكلمات في عدد كبير جوك صيدة في عدد كبير من الكلمات بو إنسان دار هؤلاء الناس يبانجو دي لاري لغاتهم الأجنبية دا كولاي لقلا أران دار أران فعل التعلم الإي والرازمن واسع دار هم يتعلمون كولاي لقلا بسهولة إيش بتعلمون بتعلموا اللغات الأجنبية اللغات الأجنبية هذا الإي علامة المفعول به للفعل أران فعل التعلم تعلم إذن هم بتعلموا بسهولة بتعلموا أيضا اللغات الأجنبية إي يازار لار يكتبون يكتبون بشكل جيد إي يازار لار إي جيد يازفع الكتاب الأوراة زمن واسع لار هم هم بيكتبوا بشكل جيد إي يازار لار تزل هكاية لار هكاية طويلة ذا فكرة لار ونكات أن لطر لار بشرحوا إسم لار الأسماء يار لار الأماكن ذا تاره لري هاتر لفعل التذكر ليا حماية أو في الاستطاع ليرازم واسع لار هم بيغضروا يذكروا هم يستطيعون أن يتذكروا هذا مفعول به التواريخ مو بس هذا مفعول به وهي مفعول به وهي الكلمة مفعول به بس ما في داعي نحط لاحقة المفعول به البليرتما للكل مدام حطينا لوحده بس إذن هؤل الأشخاص بيغضروا يذكروا التواريخ والأماكن والأسماء هم بيحبوا ألعاب الكلمات هذا هون الـ مضاف الناحة والـ هم بيحبوا ألعاب الكلمات وبيحبوا كمان تكرلم تكرلم مثلا في بعض العبارات بعض الأشخاص بيقرؤوه بشكل بشكل سريع نحنا مثل عنا بالعربي تكرلم المشورة خيط حريرة على حيط أم خليل هكو واحد بيحكيها بشكل سريع هاي اسمها تكرلم دين ليراك ضهائي هم بتعلم بشكل جيد ضهائي بشكل أحسن شلون دين ليراك دين لافع الاستماع يا حماية أراك ظرف فعل وهم يستمعون يعني بتعلم بشكل أفضل وهن عبي يسمع منطق منطق صال منطق منطق صال هي لاحق أنها بتساوي صفة منطقي ماتماتيك رياضيات صال كما بتساوي صفة إذن الذكاء الذكاء الرياضياتي والذكاء المنطقي منطق كورال لرنا إلى قواعد المنطق ندن صنوش إديشكي لرنا إلى علاقات السبب والنتيجة دي قد أداردار هم بيسووا انتباه يعني بنتبهوا العلاقات السبب والنتيجة وبنتبهوا لقواعد المنطق يني بالقدري صنف لراء وغنلما يبارك أولين هم بتعلموا شلون وهم يعملون يبارك غنلما عموميات سوي شي عام غنل غنلما وأيضا كيف بتعلموا غنلما فارقين قاسمين إلى أصناف من بفرق شول أصناف بفرق المعلومات الجديدة أولايلار أولايلار الحوادث ها كند هذا مضاف نحن وفي حق الحوادث يعني بخصوص الحوادث جديدة هم بخصوص هم بسألوا هذا زمن واسع بسألوا أسئلة كثيرة صيود دشنا بدير لار هم يمكن أن يفكروا دشنا في التفكير الصيود يعني الأشياء المجردة والملموسة الأشياء المجردة المفاهيم المجردة بالقلار معلومات أرسند بين المعلومات بالانطلار روابط ارتباطات كرار لار هم بينجؤوا ارتباطات بين المعلومات بولمجة تزمي بحلو تحزورات بولمجة سطرنج شطرنج داما داما أي اسمه العاب قبي مثل استراتيجي اوينلار اوينما سيفيرلا هم بحبوا أن يلعبوا اوينما لحماية الامفولبي هم بحبوا أن يلعبوا الألعاب هذا الامفولبي للمصدر اوينما لأسم الفعل طبعا هو أيضا هم بحبوا أن يلعبوا الألعاب الاستراتيجية ننتقل للنوع الثالث قرسل ميكان صال زكا الزكاء المكاني والبصري رنك لون تزقي خط شكل شكل حزايا فضاء والبصري والبصري أرى صندقية لذلك لذلك هؤلاء الأشخاص الذين الذين ميكاني وبصري يهتموا مع الأشكال مع العلاقات أخوان مع العلاقات بين الفضاء يعني الفضاء والشكل والخط واللون رنك مع الألوان ورسم مع الصور والرسومات شارك أن يجي الشكل هم يتعلموا في الشكل الأفضل وهم يجتهدون يعملون مع البصومات والصور حطين هون هاف يعني هون خط قصير معنا سطر مساع ننتقل نكمل النص نكمل النص طبعا النص موجود هو شيء بل شيء بالأسر بعدين النص كمان تمام هذا ونص هريطة لر هريطة لر الخرائط تزال لر مخططات تزال تابلو لر الجداول يظل متين لر دان من النصوص الكتاب مكتوبة ده كولا أكور لر بيقرؤوا بشكل أسهل من النصوص المكتوبة يعني هن بيقرؤوا الجداول والخرائط والمخططات وإلى آخره بشكل أسهل من أنه يقرؤوا نصوص مكتوبة كتابية ياشط لر بالنسبة إلى ياشط يعني أقران بالنسبة إلى أقرانهم ده كتابية حيال قرار وينشعوا حيال بتخيلوا بشكل أكتر أقرانهم رسم رسم ياب بلير لار يستطيع أن يعملوا رسم فيلم فيلم سلايد سلايد كيبي قرس المالزمي ترجيه أدار لار هم برجحوا بفضلوا مالزمة مواد بصرية مثل السلايد سلايد تبع الباوربوين مثلا سلايد فيلم أفلام رسم لي ياب لار من المنشورات المصورة في صور هش لان نر هم بيمبسط يعجبوا يمبسط من المنشورات الملوان في رسول ده أونجا سابقا قد ديك لري كولاي هاتر لار هاتر لار هاي هاتر لار هو الفعل فعل التذكر والرسم الواسع لار هم هم يتذكر الأماكن اللي هم راحوا عليها جدي لري بسهول دورت أربعة بدنسل كناستيك زكا كناستيك عفان كناستيك زكا بدنسل يعني الجسمي البدني كناستيك يعني الحركي زكا الحركي والبدني كوردناسيون تنسيق دنجا توازن جوج قدرة اسنك لك المرونة وهز سرعة جبي باز الفيزيكسال اوز اللي كلي شمشتر متطورة كلي شمشتر خصائص البدنية فيزيكسال بدنية فيزيائية بعض خصائص الفيزيائية بدنية هم بعبروا بلغة الجسد بعبروا عن شو بعبروا عن عواطفهم ديولار عواطفهم أحاسيسهم ناحمي الهدى بفربي ال بجري لري اييدر مهارات اليدوية اييدر جيد انسان الى الناس canlı و cansız باعلق لرا دقون فاللمس مكتان دقون مكتان المزلر خوش لاندر هم من بستو من لامس الى كاينات موجودات غير حية وحية برياردة في مكان ما ازود سرة فترة طويلة قال دقلار زمان هركة اتمية اهتياج ديولار هم بشعروا بحاجة الى الحركة انو يسووا حركة ايمت عندما يبقوا فترة طويلة في مكان ما بش خمسة موزيك سال الموسيقي ريتميك ذكاء الزكاء الإقاعي والموسيقي موزي الى الموسيقى وستسائل الصوت يشعرون يحسون بأهمية خاصة للصوت للموسيقى ريتم الإقاع ملودي وموسيق لا دهائي احراني اللار هم بتعلمون بشكل افضل مع الموسيقى ومع النغمات ومع الإقاع شارك أغنية شارك للموسيقى للموسيقى شك إيها ترلال هم يتذكرون يتذكرون بشكل زين بشكل أفضل شو يتذكرون نغمات أو ألحان الأغاني لأنه مضاف إلي والإيها هذا مضاف ونحن أول إيها مفضل جزال جميل شارك شارك أغنية سهلية بالإيها هم يستطيعون أن يغنون بشكل جميل سكسك إللي وإيها ريتم تطرر بمسك وإقاء هم بمسك وإقاء مع أقدامهم وإيدهم مزيق لبير أغنية في وسط موسيقى مزيقى ده ورملي çalışır هم بشتغلوب شكل موسمر ورملي ده شكل موسمر أكثر موسيقى 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 كيش سال كيش شخص سال شخصي إيج داخل إيج سال داخلي الذكاء الداخلي والشخصي هم يستطيعون أن يقوم أنفسهم بشكل موسيقى موسيقى يعني بشكل موضوعي يعني بشكل ما فيه تحييز بشكل موضوعي كيش وظيف ينفر فرق داخلي هم في فرق اتجاهاتهم الضعيفة والقوية في فرق يعني بملاحظين يعني يعرفون اتجاهاتهم الضعيفة الضعيفة والقوية وظيف إلى الحوادث جرش يخلشر هم هم يختروا بشكل بشكل حقيقي واقعي جرش إلى الحوادث أمط أهدافهم و دفرانش وتصرفاتهم بيثقوا بأنفسهم دائما وإلى اللفتات إلى الناس قرارك وهم يشوفون هاي الخصائص هذا اللي هون مفهول به لظرف الفعل قرارك انظر آناليز هذا بيثقوا هم يقدرون يستطيعون يعملون تحليل تحليل إليهم يحللوا انظر هذا ضمير يوم يوم اللي هابلير هم يقدرون يحلقون يفسرون يقدرون يفسرون يفسرون يقدرون يحللوا نهم يشوهيل انظران مين هاي ضمير عن مميك جست و أصوات الناس انظران سسلري برابلم ل ارخداس الناس هرزمان ياردم ادار هم بساعدون دائما إلى اصدقائهم لعندن مشاكل انظران سلام بسلم الناس انظران هاتران سرار و انظران عن ذكرهم انظران و هم انظران يقدرون يخطرون يحتمون 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 يلم يعني الناس 인سان لذلك انظران انظران اصدقائهم بر بر شئي بر شئي برش يشبه لك عاملين يشبه لك تعاون مع غيرهم شيء ما يشبه لك ويشبه لك ويشبه لك إذن هم يتعلمون بشكل أفضل وهم يدرسون لغيرهم يشبه لغيرهم تمام؟ يعلمون شنو؟ يعلمون بيرشي شيء ما إذن يعلموا شيء ما تمام؟ لغيرهم وهم عاملين تعاون مع غيرهم إذن انتهينا من أنواع الذكاءات تمام؟ ننتقل الآن إلى حل الأسئلة حل الأسئلة في عنا كم سؤال؟ ثلاث أسئلة أنا أعتقد تمام؟ كما ترى كما ترى كلمة للي يمكن أن نرى كلمة للي كلمة للي تنوصل مع معانيها القريبة تنوصل كلمة للي لنوصل الكلمات مع ذات معانيها القريبة طيب نطلع الكلمات وندور على معنى قريب طيب أول كلمة إلشكين إلشكين يعني شيء عائد لشخص ما يعني شيء مملوك لشخص ما وإن الكلمة المناسبة كلمة آية عائد أكران 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 يعني بنفس العمر القرين يشد مثلا نحن عنا جماعة الأصدقاء اللي بنفس العمر اسمها جماعة الأقران أكران يشد بنفس العمر يعني كافرام دلالي مفهوم كافرام كونسبت نفس المعنى تقريبا أرنين مثلا 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 يعني مع بعضنا البعض أو سوية يعني سرا برليكتا نتاليك نتاليك نوعية جودة قالتا نفس المعنى تقريبا أبجكتيف موضوعي يعني مانو متحيز شو الكلمة المناسبة نسنل نسنل موضوعي كمان بليرقين واضح أاتشك كمان واضح تقريبا شكل شكل بيتشم كمان شكل دشنجة فكرة فكر كمان فكرة سؤال الثلاثة أشاركي مسلكل في المهن التي في الأسفل بشاركي لك من أجل أن تصبح ناجح هم زكاة؟ أي زكاة؟ أجل أجل يجب أن تكون قوي في أي مجال من مجالات الزكاة؟ يا ظلم تنكتو أفقاد المحامي أي نوع زكاء يحتاج؟ كل شخص حضر هالفيديو يستطيع أن يعبر بالتعليقات أنه برأيه أن المحامي لازم يكون عنده أي نوع من الذكاء، بس ليس شرط نوع واحد ممكن الإنسان يحوي أكثر من نوع من الذكاء حسب نظرية الزكاءات المتعددة، لهوال أفغاد محامي يحتاج إلى الذكاء اللغوي دلسل والذكاء اللفظي سزال السياسي بوليتكاجي كمان السياسي يحتاج إلى الذكاء اللغوي واللفظي أيضا الشاعر نفس الشيء مهندس المهندس يحتاج إلى الذكاء الرياضياتي والمنطقي منطق صال وماتماتيك صال دكتور يحتاج إلى الذكاء المنطقي والرياضي ويحتاج إلى الذكاء البدني أيضا يحتاج إلى بعض العمليات الجراحية بعض الأطباب تحتاج أن يكونوا عندهم قدرات عادية في قدرات فيزيائية متعلقة بالحركات الجسد تكون عالية بوب يلدز نجمة بوب يعني الموسيقى متعلقة بالموسيقى وتحتاج إلى ذكاء متعلق بالموسيقى طيب طبعا بالتعليقات كل شخص يعبر عن وجهة نظره أنه كل المهنة منها والمهن مثل أكلار تحتاج إلى أي نوع من الذكاء هذا الأمر راجع لكم دورت متين دا في النص قيوب يظلمش زمير لرن الضمائر المكتوبة بشكل غامق قيوب هنجي اسم لرى إشارة إتيني يظلم تنكتب أنها تشير إلى أي أسماء مثلا أنا ذكرت ذكرت بالنص لما قرأت الكلمات هاي الغامقة مرت معنا ذكرت أنه كل وحدة إشو مكانا إشو الأسماء اللي إجت مكانا يعني هاي الضمائر إجت مكان أسماء يعني ذكرتكم مثلا إذا ننتبه هون عن نص مثلا أنظر هون أن هاي ضمير إجت مكان هول أسماء صوت الناس والتفاتات وإماءات مثلا أنظر هون إجت مكان الناس إنسان تمام مثلا أنظر الأولى هون قلت أنا إجت مكان الناس أيضا مرتهم معنا هاي نعم كلمة أنظر هذا الضمير أجا مكان إنسان أيضا هون كلمة بونظر بونظر تمام هاي بونظر أجت مكان رنك تزقي شكيل وزاي لهون انتهى درسنا أصدقائي أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر